اناب صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القايد الاعلى نايب الاول لرئيس مجلس الوزراء اناب معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة الامين العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضة لحضور المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة للموسم الحالي 2016-2017 وذلك بين فريقي دارتشليب والاهلي على صالة اتحاد اللعبة بمدينة عيسى الرياضية حيث توجى نادي الاهلي بطلا لكأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة بعد فوزه على نادي دارتشليب بثلاثة اشواط وقام معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة في ختم اللقاء بتسليم كأس البطولة الى فريق نادي الاهلي وتوزيع الميدالية على اعضاء الفريق الفائز بالبطولة ووصيفه فريق نادي دارتشليب وتكريم طاقم التحكيم للمباراة النهائية مهنئا فريق نادي الاهلي على استحقاقه كأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة منوها بما برزت به هذه البطولة من تظيم واعداد كبيرين اكدا على اهمية هذه البطولة والتنافس على نيل لقبها والمكانة التي وصلت اليها لعبة كرة الطائرة في المملكة